هل من الصواب أن الحكومة لا تضع وتخصص أموالاً للمدن المدمرة لأعمارها لأنها تعول على مؤتمر المانحين للكويت لا لا أباد مدقيق هذا الحكي هذا كلام دكتوريح لا لا أباد مصحيح هذا الحكي الموازنة تحتوي على تريليونين دينار لوزارة التخطيط والنفط والإعمار والكهرباء لعادة إعمار المحافظات الثلاثة ومناطق أخرى لا هذا حديث ليس صحيح صحيح الحاجة 10 تريليون ألا تم تحديد 2 الحاجة أكبر التعويضات مراد إعطاء تعويضات حتى الناس يبنون بيوتهم ماكوا هذا المبلغ هذا صحيح ولكن من نسبة للطرق والكهرباء والمواصلات والماء يعني المشاريع الاستراتيجية المشاريع الاستراتيجية والبنى التحتية خصص لها شيء في الموازنة ضمن الوزارات التعويضات تعتمدون على المانحين هناك تريليونين دينار تبقى على التعويضات وإعادة إعمار البيوت والممتلكات تعتمد على المانحين في هذه الحروب هذا نعم نعم يعتمد على المانحين دكتور يحيا شو رأيك كنت أتمنى أن جلبت مسودة مشروع قادون الموازنة عام 2018 وحللناها مع الأستاذ جاسم محمد جعفر لا هذه المبالغ التي ذهبت إلى الوزارات تذهب سنويا كجزء من موازنة هذه الوزارات وبالتالي بالتأكيد عندما تكون مرابط مدمرة في قطاع الكهرباء أو قطاع تذهب هذه الأموال ولكن عندما يقول الأستاذ جاسم جحمد جعفر نفسه أنه كان المبلغ الذي تحتاجه هذه الوزارات عشرة مليار وتم تقصيص مجرد اثنين مليار دينار عراقي يعني ما يقرب من مليار وثمانمائة مليون دولار هذا يعني أننا لن نستطيع أن نعيد البنية التحتية لهذه المناطق على مدى سنوات قادمة وبالتالي إذا لم نعيد هذه البنية التحتية كيف سنجبر الناس على العودة وبالتالي نحن نتحدث هنا عن سياق متكامل أنت عندما تريد أن كما قلت عندما تحدث عن مصطلح إعادة الأعمار دقيقة دكتور قلت أن مصطلح إعادة الأعمار يرتبط بأولا إعادة الأمن ثانيا إعادة الاستقرار ثالثا إعادة الهيكلة رابعا البناء لاحظوا التراتوبية نعم يعني واحد من أساسيات بناء الأمن وبناء الاستقرار هي إعادة النازحين